السلام عليكم ان شاء الله لكم كامل بخير بعد الصلاة والسلام على رسول الله نحن نعمل اليوم صبلي سنوة بزاف بنين اقتصادية ويقطعنا كمية مليحة بسم الله اول حاجة عندي هنا ثث حبت على البيض بحجم يكون كبير اذا كان عندكم البيض صغير حطوا اربعة عندي كاس ناقص شوية بركتاع سكر عادي يعني سكر حبيبات انا هنا هاد الوصفة رح نخدمها في هاد الميكسور تعطس لي ما عنداش تخدم بيدها عادي مغرف كبيرة على فاني ونص مغرف صغيرة على الملح حاجة الزيت كامل تحب الملح بسكس الزيت يعني مسوسة على عكس الزبدة والزيت كيف كيف عندي كاس ناقص شوية برك الكسير فد ميتين وعشين مليليلتر نحطهم كامل هنا في الخلاط ونخلطهم هاكذا بهالطريقة غير ثلثة قايق ولا اربعة اللي ما عنداش تخلط عادي بالخلاط اليداوي ولا يعني تضربهم غير شوية هكا بالفوي عادي كي موما الفين نخدمه هنا نحبط كامل يعني العاجينة اللي خلطتها في الخلاط نحط لها كاس تاع كوكو ايفيلي محمص في المقلة اللي ما عندهاش تقدر دير جلجلان تقدر دير الكوكو العادي وعندي نص كاس شوكولات مقطعة يعني شوكولات شديد شوكولات حوالي خمسين غرام قطعتها بالموس وحطيتها هنا ونبدأ نضيف في الكاس الليولاني تاع الفارينا الكاس الثاني وباكيتها خميرة الحلوة وزن 10 غرام هات الصابلي نديروه في السنيوة ويجي بزاف ابنين وتكملوه بالخف يعني مني ذاك نكونوا عيانين نحبو نديروه حاجقة وحليب ونحبوه ليصابلي نديروهم في السنيوة يجو بزاف سهلين وهنا في اللول نبدأ نخلط هكذا بعد ندير يدي اكيد لازم ما نقدرش يعني نجمع العاجينة بلا يد وراني موجدة هنا اكاس واحد اخر تاع الفارينا مغربلاتو نحطوه كامل ما زالت عندي يعني العباتطرية اهي ليك ما زالت خفيفة نزيد الكاس الرابع انا اخذت لي حوالي خمسة كيسان ونص تاع فارينا منع جنهاج دايما ننطمها برك هنا ما زالت عندي طرية راح نزيد لها الكاس الخامس قتلكم اديت منه نص يعني اخذيت ربعة كيسان ونص تاع فارينا خلاص احنا كانت عندي يعني لاباتطرية هاي ليك ماشي جارية يعني ماشي مطلوقة بزرف وماشية بساطرية عادية ومتلسقش في اليد اوليت لكم فقط الفارينا شحن عندي شحن البقالي يعني ملكاس الخامس وهنا عندي سنيوة الطولة على العرص تحها 30 على 30 نحطها هنا قدرت لها فقط ورقة طه لي ما عندهاش تقدر تدير غير شوية زبدة ولا زيت ولا ودي لها الفارينا وتفتح العجينة التحها ناخد العجينة نفتحها تشوفوا بلي تغير لونها عادي فقط من لونة الشوكولات يعني اطلقنا بنا فلاقات ونفتح هنا ما ندروها شخشينا هذي الصابلي ما راهيش كروكي وما راهيش حلوة الطبقات هذي صابلي يعني كي تاكلوها كي ما تاكلو الصابلي هنا فتحتها على كامل سنيوة هاكذا نمسح لها ببرك الوتش بالزيت باش يعني ما تخليليش هذوك السبعتين لي طرستها على يدين فهاكذا وندخلها على فرن ساخن على 180 درجة عادي يعني حتى تتنفخ تباني لكم رقيقة بصحيا بعد تتنفخ وتولي يعني عاجينة صابلي تذوب في الفم رايحها فقط نتقبها هاكذا بالفرشيطة هاكذا وندخلها للفرن حتى تطيب لي هنا بعد ما طابت تحمرت ايتباني لكم شوية هنا ماشي محمرة مليح نقول لكم لا لا راهي حمرة من فوق ومن تحت حمرو هات حميرة خفيفة برك عندي هنا يا ميتين قرام بتاع شوكولان دي لهم ثلثم غارف تاع الزيت شوكولان بالحليب ذوبتها عادي على حمام مائي وريحا نحطها فوق الوجه تاع صابلي سنيوة تانا نمشيها من هاكذا ونحطها تبرد عادي يعني حطوها في بلاسة حتى تجمد لكم ولا تحبو تكونوا مزرو بيه نديروها عشرة دقايق برك في الفريجيدير تجمد لكم من هاكذا بها الطريقة نمشيها كامل اكيد لازم القطو تعني يكون بارد باش نعملوه القراسش تاع الشوكولا وللتزيين انا عندي شوية شوكولا شيبس لاحبيت انتم اديرو فرميسال ولاقيه حاجة نوات كوكو مهم حاجة بك للتزيين ونخلوها حتى تبرد باش نعاودونولو نقطعوها انا هنا نحيتها مسنيوة كيما قلت لكم يعني جيني سهلة كيكون عندي ورقة طهي ورايحا نقطعها بها الطريقة يعني انا هنا قطعتها عادي يعني تقطع تحبو تقطعوها مقروطات تحبو تقطعوها مثلثات كيما تحبو انا كنت قطعتها مستطيلات من هاكذا ونقول لكم بلي هاد القطو يجي بنين في هذك يعني كوكو ايفيلي محمص يجي عندو بنا مع الشوكولة الداخل وشوكولة من الفوق نقول لكم بلي يجي بزاف ابنين متحسبوش كروكي ومتحسبوش يعني حلوة الطابقات هذا صابلي سنيوة يجي كيما صابلي متخشنوش يعني ديروه رقيق ومعد هو يتنفخ شوية مع القرصة شوكولة هذك هو انا تعافوني نحب التزيين يعني نحب حاجة لي تعجبكم حطيت لها هنا خطوط بها الطريقة وانتو ما يعني اخوذوا راحتكم صابلي سنيوة تعناره انا كنت قطعت نص منو حطيتو فيلي كيسات مثل تحبات بيضوك الزيت وكالسكر تقطعنا كمية مليحة داخل كيما دايما نقول لكم حطوه واش تحبوه جل جلال محمص شوفو كفاش يجي يجيه شيش يجي يذوب في الفم قولكم جربوه السلام عليكم ما تنسونيش بالجام سلام حبيباتي جربو الوصفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة